نتخول إلى خالد فقط نشير العواجل التي أبلغنا بها الزملاء الآن من أن الرئاسة الأوكرانية الآن أعلنت بشكل مباشر أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مدينة تشيرنوبل وبالطبع على المفاعل النووي الأشهر فيها الذي يعيد إلى الأذهان ما كان حاصلا من تسرب إشعاعي فادح في عام 1986 بينما الصورة التي كانت مرتبطة بمطار هوستوميل في إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف العمليات العسكرية المواجهة المباشرة الحاصلة لا تزال تدرحها حتى هذه اللحظة اللقطات هذه من مدينة تشيرنوبل من محيط المفاعل النووي فيها للطائرات والأليات العسكرية الروسية التي وصلتها بالفعل بإقرار متتال من جانب عدد من المسؤولين الأوكرانيين لكن آخر هذه الإقرارات أتى من الرئاسة الأوكرانية لتقول بالفعل بأن المدينة سقطت في يد القوات الروسية لكن مطار هوستوميل أيضا كما يبلغني الزملاء لم تنتهي المعارك بعد وإن كانت القوات الروسية لا تزال تستهدف هذا المطار لمحاولة السيطرة عليها